يأتي ذلك بوقت نددت فيه دول عربية وإسلامية عدة من بينها السعودية وإيران نددت باتكرار تدنيس نسخة من المصحف الشريف وذي المرة أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنموركية كوبنهاجن ورأت أن هذا الفعل يعزز خطاب الكراهية والزراع الأديان بينما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة وسياء المملكة الشديدين جراء عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية في عدد من الدول الأوروبية وآخرها الدنمورك واستدعت إيران سفيرة الدنمورك وسلمته مذكرة احتجاج شديدة لهجة على خلفية تدنيس نسخة من القرآن الكريم في كوبنهاجن